في إطار مخططاته التوسعية والاستفادة من الأزمات لمد نفوذه في المنطقة، يسعى نظام التركي للاستثمار في الأزمة اللبنانية من بوابة الأعمال الخيرية والإنسانية والترويج لإعادة مرفأ بيروت المدمر مستغلاً للأوضاع الاقتصادية وتأخر تشكيل الحكومة في هذا البلد. رئيس مجلس الأعمال التركي اللبناني التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية للنظام التركي عبدالقادر أقوش أعلن في تصريحات صحفية عن استعداد النظام لإعادة بناء ميناء بيروت مشيراً إلى أنهم أبلغوا الجانب اللبناني بذلك وأنهم يفكرون في العرض. النظام التركي بدأ يروج لنفسه كأفضل من يتولى إعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه بالإشارة إلى القرب الجغرافي بين موان إسكندرون ومرسين وبيروت وترابلوس والحديث عن المنتجات التركية التي تغزو أسواق المنطقة على حساب المنتجات المحلية والوطنية. وفي إشارة واضحة تدل على نيته بتوسيع نفوذه في لبنان بدأ النظام التركي مؤخراً الحديث عن المواطنين اللبنانيين من ذوي الأصول التركمانية والحديث عن منحهم الجنسية التركية حيث أشار إلى وجود أكثر من مائتي ألف مواطنين يعمل النظام على استقطابهم وتجنيسهم لزيادة نفوذه في هذا البلد. ويسعى النظام التركي الذي يتقلب اختصاده بين الأزمات مع انهيار قيمة الليرة وارتفاع نسبة التضخم وتضرر قطاع السياحة والصناعة العسكرية بسبب سياسته الخارجية العدائية في المنطقة إلى إيجاد موطئ قدم له في لبنان والذي يصطدم بالوجود الفرنسي والإيراني.